ومن الترائف في المباريات دي ان كان فيه اتنين اخوات كل واحد بيلعب في فريق واحد بيلعب في الاهلي والتاني بيلعب في المختلط اللي بيلعب في الاهلي حسين الفار واخوه حسن الفار بيلعب في المختلط وكل واحد من الاتنين جاب جون في مرمى فريقه لصالح الفريق التاني يعني حسين الفار جاب هدف في مرمى فريقه اللي هو الاهلي لمصلحة المختلط وحسن الفار احرز هدف في مرمى فريقه اللي هو المختلط لمصلحة الاهل وفيه بعض الروايات بتقول ان بعد مباراة بين الاهل والمختلط واحد من الاخين دول حسين وحسن الفار رجع للبيت وقال ل والدته كسبنا النهار ده الستة الطيبة قالت له طب هو عتقول لأخوك لحسن يزعج وكانت طرفة طبعا لان اخو عارف ما هو بيلعف الفريق التاني وبالمناسبة حسن الفار بعد كده احترف التمثيل في السينما وبقى واحد من نجوم البرنامج الفكاهي الشهير ساعة القلبك